ودلوقتي جامعاتنا مع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة تعالوا مع بعض انتباحها في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم إطلاق مهرجان العالمين الجديد 2023 اللي بيعتبر هو الحدث الترفيهي الأكبر في نصر والشرق الأوسط وهيكون فيه أقوى الفعاليات الرياضية والمسابقة والحفلات الغنائية والموسيقية اللي هيقدمها أشهر وأهم من جوم مصر والوطن العربي المهرجان هتستمر فعلياته لحد يوم 26 أغسطس ومن المتوقع أنه يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي في تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار في مدينة العالمين الساحرة اللي بتمثل إضافة لمظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر والشرق الأوسط النهاردة هتبحث دول جوار السودان في القاهرة حلول للأزمة السودانية اللي دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت في إبريل الماضي في محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حق ندماء الأشقاء السودانيين فضلاً عن بحث سبل النزاع وتدعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان النهاردة هتنطلق تحضيرات الدورة الأولى لقراءات وكتب الأطفال لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب اللي هتقام في الفترة من 13 وحتى 24 يوليو الجاري الدورة السندي هتنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء النهاردة آخر فرصة للتقدم على وظائف القطار الكهرباء الخفيف عن طريق التوجه لمقار الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بمدان رامسيس وتقديم الطلبات باليد اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ونص ظهراً مع مراعاة الأجازات الرسمية مع العلم أنه لن يلتفت للطلبات المرسلة عن طريق البريد النهاردة هتنظم محافظة القاهرة معرض للحرف اليدوية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان معرض القاهرة للحرف اليدوية وهيستمر الحد يوم 15 يوليو 2023 بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية وده في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعدها القومي النهاردة العشاء الدولي المصري معينهم مع مباراة القائمة اللي هتجمع بين الأهل والزمالك في تمام الساعة 8 ونص بالليل في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 31 من عمر المسابقة